وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ مثال آخر وبعد ذلك أعود إلى المطلب الأكبر والأوسع الذي أردت الحديث عنه وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ هذا الصبر متفرع على بذل أنفسهم في مرضاته وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ الصبر أيضا له أبعاد مثل ما تحدثت عن الصلاة لها أبعاد الصبر له أبعاد الصبر له مراتب وله درجات والصبر له معانٍ وله دلالات ومضامين كثيرة إذا أردنا أن نلقي نظرة على معاني الصبر في القرآن الكريم وبشكل سريع بشكل سريع لنذهب إلى سورة آل عمران في الآية السادسة والأربعين بعد المئة الآية وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا المعنى الموجود هنا وَبَذَلْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فِي مَرْضَاتِهِ وَصَبَرْتُمْ عَلَى مَا أَصَابَكُمْ فِي جَنْبِهِ وَكَأَيٍّ مِنْ نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ربيون يعني ربانيين نسبة إلى الرب فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ هذه المرتبة الأولى من مراتب الصبر والتي يمكننا أن ننالها نحن وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ الوهن هو الضعف فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ في سبيل الله وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يحب الصابرين هذه المنزلة الأولى منزلة عدم الوهن منزلة التحمل فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا يعني أنهم تحملوا لم ينكسروا لم يذلوا هذه المرتبة الأولى من مراتب الصبر هناك مرتبة أعلى هذه المرتبة والله يحب الصابرين يحب الصابرين بكل درجاتهم فالدرجة الأقل مشمولة في هذا العنوان لذلك صار هذا العنوان عنوانا للدرجة الأقل والله يحب الصابرين يعني جميع أنواع الصابرين يعني جميع درجات الصابرين فالآية ناظرة إلى أضعف درجات الصبر والله يحب الصابرين فهذه الدرجة الأولى من درجات الصبر الدرجة الثانية في سورة القصص في الآية الرابعة والخمسين ومرت الإشارة إليها في يوم عمس الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون الآية الثانية والخمسون وما بعدها وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين بسبب إيمانهم النصارى بسبب إيمانهم بالمسيح ثم آمنوا بمحمد فإنهم يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هذا عنوان للصبر على التضحية والثبات والبحث عن الحقيقة أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هذه درجة أعلى من درجات الصبر وهم الذين يضاعف لهم الأجر مرتان يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا بسبب كدهم وسعيهم وبحثهم عن الحقيقة وثباتهم على أمر الله وتسليمهم لأمر الله هذه درجة هناك درجة أعلى من هذه الدرجة هذه الدرجة يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا هناك في سورة الزمر في الآية العاشرة قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هؤلاء يوفون أجرهم بغير حساب يعني ليس مرتين أو ثلاثة من دون حساب حساب مفتوح لا يسألون عما جرى عليهم لشدة ما صبروا حتى في رواياتنا أنه في يوم القيامة حين يؤتى بالصابرين من هذه المرتبة فلا يحاسبون لأن الآية تقول يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب بدون أن يحاسبوا بدون أن يسألوا يتمنى الناس أن لو يعودوا إلى الدنيا ويقرضوا بالمقاريض حتى يصبروا وينالوا مثل هذا الأجر هذه مرتبة أعلى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هناك مرتبة أعلى وأرقى هذه المرتبة الأولى والثانية والثالثة يمكننا أن نصل إليها ولكن هل هي موجودة عندنا أو لا ذلك أمر آخر لكن يمكن لنا ولأمثالنا من أشياع أهل البيت أن يصلوا إلى هذه المرتبة أما هناك مراتب أخرى أصلا لا نستطيع أن نتصور مضمون هذا الصبر إذا نذهب إلى سورة المعارج إذا نذهب إلى سورة المعارج في الآية السابعة والخطاب يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر هذا صبر لربك ولربك فاصبر هذه درجة من الصبر نحن لا نستطيع أن نتصور بعدها ونتصور عمقها ولربك فاصبر هذه من تجليات المعنى الحسيني ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري أبو عبد الله كان يقول يوم عاشوراء ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري نحن نتلمس في صبرنا شيئا من حقيقة الصبر الصبر حقيقة مخلوقة الصبر هو من مجالي اسم الصبور والصبور من أسماء الله سبحانه وتعالى وهو حقيقة مخلوقة الصبر الشكر هذه حقائق مخلوقة في العوالم العلوية المقدسة لها مجالي وانعكاسات في نفوس الخلائق وحتى في نفوس الحيوانات أبو عبد الله هنا يقول حتى يمل الصبر من صبري يعني حتى تمل حقيقة الصبر في عوالمها العلوية حتى يمل الصبر من صبري نحن نحاول أن نتلمس شيئا من فتاة موائد الصابرين ولكن هل تصل أيدينا إلى فتاة هذه الموائد فأين صبر أهل البيت من صبرنا وهذا صبر في المقام البشري أما صبرهم في المقامات العليا فذلك له دلالة أخرى ولربك فاصبر إذا نذهب إلى سورة الأنفال إلى سورة الأنفال الآية السادسة والأربعون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ماذا يترتب؟ إن الله مع صابرين إن الله الله بذاته مع صابرين إن الله مع صابرين ليس وبشر الصابرين ليس يؤتون أجرهم مرتين ليس يوفون أجرهم بغير حساب ليس إن الله يحب صابرين إن الله مع صابرين هناك معية وهذه المرتبة أعلى من مرتبة ولربك فاصبر هذا تجلي أعلى إن الله مع صابرين هم مع الله والله معهم هذه مرتبة من أعلى مراتب الصبر هذه المراتب نحن لا نعرف حقيقتها لكننا يمكن أن نتلمس شيئا من معانيها من خلال كلمات أهل البيت وليس الحديث معقودا عن الصبر إنما هي إشارات سريعة أطوي فيها الكلام طويا هناك مرتبة أعمق من هذه المرتبة لربما أيضا ما جاء في سورة البقرة في الآية مية وثلاثة وخمسين من سورة البقرة يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا استعينوا بالصبر والصلاة الصبر نبوة محمد والصلاة ولاية علي فاستعينوا بهما إن الله مع الصابرين هذا المعنى يمكن أن يتجلى في أشياع أهل البيت وفقا لهذا المنظور ولكن بحسبهم الكلام في الآية السادسة والأربعين من سورة الأنفال واصبروا إن الله مع الصابرين وما يأتي بعد سورة الأنفال تأتينا مرتبة أخرى أشارت إليها سورة النحل الآية السابعة والعشرون بعد المئة وقبلها الآية السادسة والعشرون بعد المئة وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله هذا صبر بالله تقدم في سورة المدثر مر علينا ولربك فاصبر ولربك فاصبر واصبر وما صبرك إلا بالله هذا صبر بالله ومر علينا في سورة الأنفال إن الله مع الصابرين تلاحظون الفارق الدقة في التعبير في سورة المدثر ولربك فاصبر وفي سورة الأنفال إن الله مع الصابرين وهنا واصبر وما صبرك إلا بالله فإن صبرك بالله وهذا هو نفس المعنى الموجود في سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وهذا هو الفناء المحمدي في الحقيقة المحمدية الفانية في الذات الإلهية وما رميت إذ رميت الخطاب صريح في الآية السابعة بعد العاشرة من سورة الأنفال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى واصبر وما صبرك إلا بالله صبرك قائم بالله كما أن رميك قائم بالله سبحانه وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله وما رميت إذ رميت من الذي رمى ولكن الله رمى والصبور من أسمائه سبحانه وتعالى هذا المضمون يمكن أن نتلمسه في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه علي يقول إمامنا الصادق فمن صبر كرها الرواية طويلة وجميلة جدا لكنني أرى أن الوقت يجري سريعا وعندي مطلب مهم أريد أن أعطيه قصطا مناسبا من الوقت وإلا أنا شخصت العديد من الروايات في موضوع الصبر أتركها لوقت آخر تلاحظون هنا علائم شخصت فيها مجموعة من الروايات وهذه الرواية طويلة الرواية موجودة في الجزء الحادي والسبعين من بحار الأنوار صفحة تسعين واحد وتسعين فمن صبر كرها ولم يشكو إلى الخلق من أمثالنا نحن نصبر كرها فمن صبر كرها مجبر على الصبر هناك فارق بين أن تصبر مجبرا في طريق أهل البيت وهذا الكلام لشيعة أهل البيت هناك فارق بين أن تصبر مجبرا يعني ما عندك حيلة ما عندك وسيلة إلا أن تصبر وبين أن تختار الصبر مع أنه يوجد طريق آخر غير الصبر هؤلاء هم الصابرون الذين يوفون أجرهم بغير حساب هؤلاء الصابرون الذين يوفون أجرهم وأجورهم بغير حساب الذين اختاروا الصبر مع وجود طريق آخر الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد في طريق السلوك إلى أهل البيت الوصول إلى أهل البيت الهجرة إلى أهل البيت في طريق الجهاد في سبيل إعلاء كلمة أهل البيت الإنسان يلقى ما يلقى في بعض الأحيان تجري عليه الأمور المنغصة فيصبر قسرا لأنه لا طريق له إلا صبر وفي بعض الأحيان يكون أمامه طريقان طريق مريح وطريق فيه المنغصات ولكن في هذا الطريق تتحقق خدمة أهل البيت فيختار الصبر في هذا الطريق مع وجود اختيارات أخرى هذا هو الصبر الممدوح في جنب أهل البيت هذا هو الصبر الذي أشارت إليه سورة العصر والعصر وهو عصر الغيبة هذا في روايات أهل البيت العصر هو عصر الغيبة إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق الحق هو إمام زماننا في الروايات وتواصوا بالحق وتواصوا بالعترة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر التواصي بالحق بالعترة بإمام زماننا أوصيك بهذا كما قال مسلم بن عوسجة لما قال له حبيب بمن توصي قال أوصيك بهذا وأشار إلى حسين وتواصوا بالحق الحق هو إمام زماننا وتواصوا بالصبر الصبر الذي يختاره المؤمن في طريق أهل البيت مع وجود اختيارات أخرى هذا هو الصبر الممدوح وهذا هو الصبر نفسه الذي جاء في آخر سورة آل عمران الوصية القرآنية الخالدة لمحبي أهل البيت آخر آية الآية مئتان من سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا اصبروا وصابروا اصبروا اصبروا على الطاعات على طاعة أهل البيت وعلى ما تلقون في طريقهم وصابروا أعداءكم ورابطوا إمامكم المرابطة ليس هذا التأويل من عندي هذه كلمات أهل البيت هذه رواياتهم اصبروا على الطاعة وصابروا أعداءكم ورابطوا إمام زمانكم المرابطة أعلى من المصابرة والمصابرة أعلى من الصبر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا بعد ذلك تأتي التقوى واتقوا الله التقوى هنا هي ولاية علي يعني بعد كل هذا حتى تستطيعون أن تصلوا إلى مرتبة ولاية علي إلى المعرفة النورانية بعد الصبر على الطاعات وبعد مصابرة الأعداء والمرابطة المرابطة الانتظار على الثغوة على الحدود ما المراد من المرابطة إحياء أمر أهل البيت في هذا الزمن المغبر المظلم في هذا الزمن الذي يكثر فيه الهجوم والاعتداء على أهل البيت من القريب ومن البعيد أصبروا وصابروا ورابطوا المرابطة والمصابرة والصبر هو بالاستقامة في طريق أهل البيت هو بإخلاص القلوب هو أن نتوجه بقلوبنا إلى أهل البيت وبعيوننا إلى أهل البيت حين نخاطب الإمام الحجة أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إما أن نكون صادقين وإما أن نكون كاذبين هل وجوهنا متجهة إليه أو لا حين نقرأ في الزيارة الجامعة من أراد الله بدأ بكم هل نبدأ بأهل البيت في كل شيء نريد به الله أم نبدأ بكل الخزعبلات في هذه الحياة وبكل التفاهات من أراد الله بدأ بكم في كل شيء يعني في كل شيء تريدون الله به ابدأوا بأهل البيت وإلا ما معنى هذا الكلام من أراد الله بدأ بكم يا أيها الذين آمنوا صبروا وصابروا ورابطوا أعود إلى الرواية فمن صبر كرها مجبر ولكن ولم يشك إلى الخلق ولم يجزع بهدك ستره وما كشف ما هو عليه من آلام وأذى فهو من العام يعني من الصبر العام ونصيبه ما قال الله عز وجل وبشر الصابرين أي بالجنة والمغفرة ومن استقبل البلاء بالرحب استقبل البلاء بالرحب يعني بالراحة استقبله وهو فرح هو يختار وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاص ونصيبه ما قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين وذلك ما أشرت إليه قبل قليل في ما جاء في سورة البقرة في الآية الثالثة والخمسين بعد المئة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ومن استقبل البلاء وصبر على سكينة ووقار فهو من الخاص من خواص شيعتنا ونصيبه ما قال الله عز وجل إن الله مع الصابرين أما صبر أهل البيت فذلك شيء آخر صبر أهل البيت ذلك شيء آخر يمكننا أن نتلمسه في سورة المعارج فاصبر صبرا جميلا هذا هو الصبر الجميل فاصبر صبرا جميلا صبر أهل البيت هو الصبر الجميل الذي هذا الجمال يتناسب مع أي معنى هذا الجمال يتناسب مع الآية الرابعة من سورة القلم وإنك لعلى خلق عظيم هذا هو الجمال هذا الصبر فاصبر صبرا جميلا هذا الصبر الجميل من سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا هذا الخطاب لإمام زماننا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا فاصبر صبرا جميلا هذا الصبر الجميل هو الصبر المتفرع على هذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم هذا الخلق العظيم الذي لا نستطيع أن نصفه الله وصفه بالعظمة صاحب هذا الخلق العظيم هو صاحب هذا الصبر الجميل فكيف أستطيع أن أصف الصبر الجميل الصبر الجميل صبر حسين ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري وهذا الصبر الجميل هو المذكور في كتب المقاتل من أن الحسين عليه السلام كلما ازداد عطشه وكلما كثر كثر القتل في أهل بيته وأصحابه وكلما ازدادت جراحاته وآلامه كان وجهه يزداد إشراقا ونورا حتى قال هذا الذي تقدم كي يذبحه لقد شغلني نور وجهه عن الفكرة بقتله هذا هو الصبر الجميل أتريد مني أن أشرح هذا وأن نالي بذلك الصبر الجميل لا يمكنني أن أشرحه هناك في اللغة وحتى في الروايات تعريف للصبر الجميل يمكنني أن أورد المعاني اللغوية والأحاديث فما هي ببعيدة عني لكن تلكم المعاني وتلكم الإشارات ناظرة إلى حمل هذا المعنى على صبري وصبري غيري بنحو من التجوز والمسامحة الصبر الجميل صبر حسين الصبر الجميل صبر إمام زماننا هذا الصبر المتفرع عن الخلق العظيم فلا أعرف معنى الصبر الجميل ولا أعرف معنى الخلق العظيم فحين نقرأ في الزيارة الجامعة وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه حين نقرأ هذا المعنى أي صبر هل هو الصبر العاشرائي نعم هو أجلى معاني الصبر رواية تقول بأن الحسين عليه السلام قتل قتله لم يقتل أحد قبله ولا بعده مثلها لذلك نحن لا نستطيع أن نتصور الطريقة التي قتل بها الحسين وما جرى على الحسين هذا كلام الأئمة أن الحسين قتل قتله لم يقتل أحد قبله ولا بعده مثل هذه القتلة الآن ليس الحديث عن مقتل الحسين عليه السلام لكن هذه إشارة سريعة أنه قتل قتله لم يقتل أحد لا قبل ولا بعد مثل هذه القتلة وأيضا صبر صبرا لم يصبر أحد لا قبل ولا بعد مثل هذا الصبر هذا هو الصبر الجميل وهذا الصبر الأرضي لأهل البيت أما الصبر في المعاني السامية والعالية حقيقة الصبر هي مشتقة من نور محمد صلى الله عليه وآله في العواني من قادسة العليا صبر أهل البيت هو في تحقيق إرادة الباري سبحانه وتعالى الله تجلى فيهم يا أحمد خلقتك لأجلي ولكن الحقيقة الأحمدية الحقيقة المحمدية فاضت بهذا الخلق وتجلت بكل هذه المراتب هذه المراتب الطبيعية كل هذه المراتب هذه المراتب الطبيعية هي مجالي للحقيقة الأحمدية وبذلتم أنفسكم في مرضاته حين نقرأ في الأحاديث لا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل هذه الأحاديث التي جاءت عن نبينا عن أئمتنا الله سبحانه وتعالى يقول حتى أكون رجله التي يسعى بها الله يقول لهذا العبد الذي يتقرب إلى الله بالنوافل هذا العبد القريب من الله حتى أكون يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي يسعى بها الله يقول هكذا قطعا لا بمعنى التجافي والجود بالنفس أقصى غاية الجود وهناك أن الله سبحانه وتعالى يجود بنفسه لعبده لكن لا بهذا المعنى الساذج هنا الجود لا بنحو الحلول والاتحاة هذا بنحو التجلي والتشريف وبنحو النور الصاطع الإنارة الصاطعة والتجلي والتشريف الأكمل فكأن الله هنا يجود بنفسه لعبده كنت رجله التي يسعى بها عينه التي يبصر بها ويده التي يبطش بها كأن الله هنا يجود بنفسه لأجل عبده وهو أقصى الجود الجود بالنفس أقصى غاية الجود الحقيقة المحمدية جادت بنفسها في سبيل تحقيق إرادة الله بأن تجلت في عالم الطبيعة في أسفل المراتب وصبر الحقيقة المحمدية هو هذا في تجليها في أسفل المراتب وهذا صبر ليس صبرا من قبيل الصبر النفسي هذا صبر له معنى أعمق من كل هذه المحاني حين تجلت الحقيقة المحمدية في كل هذه المراتب وهذا صبرها على مراد الله وبذلتم أنفسكم في مرضاته بذلتم أنفسكم أن أنوارهم سطعت أنوار الحقيقة المحمدية سطعت حتى ظهرت في كل هذه المراتب في هذه المراتب العالية والسافلة من مراتب الوجود لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أحب أن يعرف كنت كنزا مخفية فأحببت أن أعرف ويا أحمد خلقتك لأجلي خلقه لأجله لكنه جاد بنفسه الحقيقة المحمدية جادت بنفسها فكان هذا الفيض وبذلتم أنفسكم في مرضاته هذا في البعد الأعلى أما في البعد الأرضي فما جرى على حسين يكفي من المعنى وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه وهذه العبارات تشتمل على معاني أعمق وأعمق من كل هذه المعاني وكل هذا موجود في طوايا الآيات في طوايا الروايات لكن ماذا نصنع لسيف الوقت؟ سيف الوقت قاطع ولا ندري متى تنتهي ساعات حياة المرء نحن في سباق مع الزمن لذا يلجأ الإنسان دائما العاقل الذي يملك أدنى شيء من الحكمة إلى هذه الحكمة النورية من كلمات علي ما لا يدرك كله لا يترك كله كل هذه العبارات كل هذه العناوين في هذا المقطع تشتمل على نفس هذه السلسلة من المضامين والفحاوى والمعاني ترجمة نانسي قنقر